بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون أم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شجادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المحصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم القصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وثيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم وكانت مرصادا لبقاضين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برجا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أجرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طضى موسى فغل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى موسى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نسال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء فناها رفع سمتها فسواها وأبقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومغعاها هو الجبال أرساها فتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وضردت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقوم ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها منتهاها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأطبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره خلقه فلينبر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقبنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفاكهة وأربا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه يغنيه وجوه يومئذ مصفرة صاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلقت علمت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء تشاء 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 وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بضائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يغوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مبقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا كتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم من ربهم يومئذ للمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم يومئذ يومئذ ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبغار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبغار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون يسقون من رحيط مختوم ختامه مس وفي ذلك خليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإلى مروا بهم يتغامزون وإلى انقلبون إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتفلت وأذنت لربها وحبقت الله الرحيم أيها الإنسان إنك كاجح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يبعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لكم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجب غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتموا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن قطش ربك لشديد إنه هو يبتق ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ألأتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من مخلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول قصر وما هو بالهزر إنهم يجيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهدهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فزوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يخلى النار الكبرى أم لا يموت فيها ولا يحيا قد أخلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لسقى من غين آلية ليس لهم ضعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسحيها راضية في جنة عالية لا تتمع فيها لاغية فيها عين جالية فيها صرر مرفوعة وأكواب موطوعة ونمارب مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من كولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ضغوا في البلاد فأذكروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أسرماً وأما إذا مبتلاه فغدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تطرمون اليتين ولا تحقون على ضعام المسجين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكراً يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالاً لبداً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناهم نجدين فلقت حمل عقبه وما أدراك مالعقبه فق رقبه أو إطعام في يوم ذي مصغبه يتيماً ذا مقربه أو مسكيناً ذا متربه أم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها قد أقلع من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبع فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسؤياها ناقة الله وقال لهم كذبواه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفا إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل وستهنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يخلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا تجا ما ودعك ربك وما طلا وللآخرة خير لك هنا الأولى ولكن فيحطيك ربك فترضى ألم تجدك يتيما فآوى ووجدك ضولا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأمن يكلم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بمعمة ربك فأجد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك قدرة ورضعنا عنك وثرة الذي أنقض ظهرة ورفعنا لك ذكرة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا أرغت فانسب وإلى ربك فارب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والدين والزيتون وغور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسخل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلقا إن كان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليصغى أرآه التغلا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدل إذا طلا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنفق عن دين ناطية ناطية من كذبة خاطئة فليدح ناطية سندعو الزبانية كلا لا تضعه واسجد وقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْتِكَهُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْءُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كُلِّ عَرْضٍ سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويظيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأفرن به نفعا فوسرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا محتر ما في القبور وقص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكافر حتى ذرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصد إن الإنسان لفي خسد الله أكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسمع مالا وعدده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وترون للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهرون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيك الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم تبت يداء بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيضلع نارا من ذات لهب ورأته حمالة الحقب في دينها أبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غازق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسف في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر